هل ينطبق هذا الحال على الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدول فيسمح للحاكم أن يفعلها مثل ذلك؟ نعم العمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت المال من أغنياء المسلمين فقسمته في فقراء المهاجرين بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم فلو أن إنسانا غنيا موسرا يعلم بأن ناسا جيعا قد باتوا يعانون الطواء ويتقلبون على فرشهم من شدة الجوع وهو معرض عنهم غير آبهم بهم لا شك أنه ما رحمهم فهذا مانع من حصول رحمة الله فإذا كان تصرفا جماعيا من الناس فهو مانع أيضا من حصول رحمة الله عز وجل بذلك المصر ولذلك نقول بأن الدولة لكن أن تكون دولة هي أهل لذلك يعني بما يرى الناس من من تصرفها لعنا نناقش هذه الصفات لكن في البدء هل هل تضع الشريعة مسوّغات معينة للبدء بالطلب من الناس يعني هل الحالات هي محدودة فقط نعم ما هي الحالات التي يسوغ فيها جمع التبرعات نعم أول هذه الحالات أن يكون بالدولة حاجة حقيقية إلى المال حاجة حقيقية إلى المال أما أن تكون الدولة يعني عندها من الثروات وعندها من الكنوز المخبوعة وعندها من الإمكانات الشيء الكثير ثم بعد ذلك تفرض على الناس فهذا لا يقبل لكن الدول تكون غنية أحيانا يعني كثير من الدول الإفريقية الآن لديها ثروات لكنها لا تستطيع أن تستخرجها فتضطر أحيانا ربما أن تلجأ لي مثل هذا نعم لا تستطيع أن تستخرجها إما أن يكون ذلك لسوء إدارة أو لضعف إرادة أو لفساد حكم وهذا يشمل دول إفريقية وغيرها من دول العالم الثالث وهذا حتى مع وجود هذا هل يترك الناس للجوع والمصغبة؟ لا لا يتركون يعني ما نقول من أجل أن الدولة ما استخرجت قنوزها أو لأن مثلا الاستعمار وأكلاءه ما مكنوها من ذلك فالناس يموتون جوعا لا وإنما يؤخذ من الأغنياء فيرد على الفقراء إذن وجود حاجة حقيقية؟ ثم الشرط الثاني مشورة أهل الحل والعقد لا بد أن يكون هذا باستشارة الاقتصاديين وعلماء الشريعة فيقرروا مدى الضرورة أو الحاجة التي تبيح للدولة أن تفرض هذا القدر من المال لكن هذا في حالة الفرد لكن ألا يسوغ للدولة أن تعرض دائما أن الناس ممكن أن تودع في تحساب المهم؟ ليس في حال الفرد وإنما في الحالة الجماعية لا لا أنا أتكلم في حالة الفرض يعني أن الدولة إذا فرضت على الأغنياء مقدارا معينا ربما هذا يحتاج إلى مشورة أهل الحل والعقد لكن إذا كانت فقط هي تفتح حساب وتقول من يريد أن يتبرع فليتبرع لا خلاص إذا كانت تطوعا فالأمر واسع نعم نحن تحدث هنا بالشكل الرئيسي عن تطوع لأنه لم يؤحد عن الدول أنها تفرض على الناس إلا مثلا ضرائب أو مكوسة نعم هذه الضرائب والمكوسة الآن فرض وهي تدخل في صلب ميزانية كثير من الدول وأكثر الناس يعطيها غير طيبة بذلك نفسه فلابد أن يعرف الحدود وبالتالي هذه الضرائب إذا لم تقابلها خدمات هذا هو الشرط الثالث الشرط الثالث أن هذه الأموال المجموعة تنفق في مجموع مصالح الناس في مصالح الناس من تعبيد الطرق وحفر الترع وإنشاء الجسور وشق الأنهار وتيسير معاش الناس وتطييب حياتهم ما تنفق من أجل استيراد السيارات الفارهة والإنفاق على المواكب وما إلى ذلك مما ليس للناس فيه كبير مصلحة نعم ثم أيضا تراعى العدالة في فرض هذه الأموال بمعنى أن الإنسان الذي لا يكفيه دخله لضرورة حياته ليس من العدل أن يفرض عليه ما يدفعه سواء كان ضريبة أو غير ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول والصحابي لما قال لو عندي درهم قال أنفقه على نفسك قال وعندي ثاني قال أنفقه على أهلك قال وعندي ثالث قال أنفقه على قرابة قال وعندي الرابع قال أنت أعلم به يعني اصنع ما تشاء من أنواع التصرفات المشروعة فكون الإنسان راتبه يضيق عن ضروراته ثم بعد ذلك الدولة يعني تفرض على هذا الراتب مالا فهذا لا يسوم نعم وبالتالي هنا نستخرج حكما مهما أن هذه الضرائب التي تفرض على الدخل هي أصلا في الأصل لا مسوغ شرعي لها نعم إلا في حالة أن يكون هذا الموظف هو في حالة كفاية وأن تكون الدولة محتاجة حاجة حقيقية إلى هذا المال ليس لها من مواردها ما يغطي تلك الحاجات التي يعود نفعها على مجموع الناس البر والفاجر والمؤمن والكافر إلى آخره أيضا من الشروط التي ينبغي أن تراعى ها هنا أنه أحيانا تطرأ على الدولة حاجات لا قبل لها بها كما لو دهم البلاد عدو مثلا والدولة محتاجة إلى نفقات هائلة في إقامة الخنادق في تأمين الناس في شراء أسلحة في تموين مقاتلين وما إلى ذلك مثلا إذا نزل وباء ويحتاج إلى نفقات هائلة لمكافحته أو مثلا أصابت الناس آفة سماوية أو أرضية كالذي يحصل مثلا من السيول والأمطار التي تدمر قرى كاملة ويصبح الناس ما بين عشية وضحاب غير مأوى ولا مطعم ولا شيء يذهب كل شيء يعني هم الواحد منهم أن ينجو بنفسه ففي هذه الحالة أيضا يسوغ للدولة إن لم يكن في خزينتها ما يغطي تلك الجوائح أن تفرض على الناس وذلك من أجل تحقيق مبدأ أصيل وهو مبدأ التكافل بأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن مثل المؤمنين في تواديهم وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ورحو ذلك من النصوص